الخبر لو اللي عدنا عن تهجم متابعين أنس وأصالة على أحمد حسن وزينب للمرة الثانية فحالي لو تدخلوا على آخر مقطع نزلوا وتنزلوا على التعليقات راح تشوفون أنه كل التعليقات من قلبت بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش أنس وأصالة ولي طبعا هدفهم أن يجمدوا للمشاهدات بسبب إلغاءهم نسم أنس وأصالة من التعليقات فاكتبونا يا حباي بالكومنتات هل يستحقون هذا التهجم اللي اتعرضوا له أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو بيسان إسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذه الستوري واللي تحمس بالمتابعين للمقطع الناري اللي حتنزلها باتشر فشانت حاطة مؤقت وكاتبة شو تتوقعوا فيديو بكرة اللي يكيد راح تكشفنا به حقيقة فستان العرس اللي كانت لابسته وسواء بالفيديو وسواء بالإنستغرام هل هو زواج أو مفاجأة؟ طبعا المقطع راح ينزل الساعة بالسبعة أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي أسو وأخيرا نعلانها عن المفاجأة اللي كانت تحمسنا بيها واللي هي عبارة طلعت عن ملابس خاصة بيها راح تحمل اسمها يعني تكون عليها ملابس اسم أسو ورح تنزل بعد يومين انه تكشفنا شونه شكل الملابس راح تكون طبعا سويت حساب خاص بهذا الملابس تقدر من خلاله تطلب فليحاب انه يطلب من عندها هذا الحساب قدامكم فاكتبونا يا حبايا بالكومنتاج شرك ومفاجأة أسو الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة بيسان اسماعيل وهي النرقيلة للمرة الثالثة فوقت حسابات بالإنستغرام نشر فضيحة بيسان اسماعيل هو عبارة عن هذه الستوريات اللي شوية دقيقوا بي ويايا فبداية الستوري واضح انه اكون نرقيلة هنا موجودة وبعدها بشوية لتشوفون انه اكون نربيش مع النرقيلة بحضن بيسان اسماعيل وبعدها بشوية بالستوري الثاني راح يكون الوضع اوضح فمن الزاوية الثانية حيبين انه النربيش مع النرقيلة تطالع من النرقيلة وفايت على بيسان اسماعيل مثل ما شايفين هنانا وطبعا للمعلومة بس فبيسان اسماعيل نزلت هذا الستوري على حسابها بلين استغرام ولكن مثل ما شايفين فهي منزلتها بشكل ثاني يعني انه مسوية زوم قربة بحيث ما يبين شنوكم حظنها وشنوكم حواليها فكتبوني يا حبايا بالكومنتات شو رايكم هذا الخبر وشو رايكم حركة بيسان اسماعيل بخفاء الحقيقة الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان تيكت وردها على شوكت راح تتزوج هيو وسام تيكت فبيسان نزلت على حسابها بلين استغرام هذا البوست واللي كانت كاتبة بي غير اني تعرفت عليك هذا العام فلا شيء يستحق الذكر واللي تقصد وسام فمسوية لتاق فواحد من المتابعين سئل هشوكت راح تتزوجين فترد عليه بيسان تيكت عم اكل من برادكم اوكي شكل الموضوع مطول شوية وبس والله هنا وصلنا انه هات المقطعات من المقطع جوكم اشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في زي مخطمة ملكة القصص وبس مع السلامة